زوجان تبنوا ثلاث أطفال وبعد أسبوع كشف الطبيب عن أمر لم يكن متوقعا سارا وأندي جاستس هما زوجان سعيدان يقطنان بمدينة تولسا أوكلهوما بعد ثلاث سنوات من الزواج فكر الثنائي أن هذا هو الوقت المناسب لإنشاء عائلة فقد أرادا أن يعيشا مع بعضهم البعض كزوج وزوجة لبضع سنوات لكنهم الآن مستعدان ليستقبلا أطفالا حاولت سارا وأندي أن يجربا حظهما ليرزقا بأطفال لمدة ثلاث سنوات لكن محاولتهما من أجل أن تحمل سارا باءت بالفشل كان التوتر يخيم على الزوجين وكان زواجهما مهددا لذا ومن أجل أن ينقذ زواجهما وينشئا عائلتهم التي لطالما أراداها قررت سارا أن تحدد موعدا مع طبيب الخصوبة وبما أنه لم يكن هناك أطباء متخصصون في الخصوبة في تولسا فقد كان عليهم السفر إلى سانت لويس في ميسوري لقد حصل الأمر عام 2014 حيث قاما بالقيادة مدة ست ساعات لرؤية المتخصص في الخصوبة لسوء الحظ تلقيا أخبارا سيئة وبالرغم من هذا قرراء لا يستسلماء أثناء سألا عن احتمالية الخصوبة خارج الرحم لكن الطبيب قال بأن الحظوظ لن تكون جيدة حيث أن 10% فقط هي احتمالية وقوع الحمل لقد أرادا عائلة بشدة ولهذا قررا أن يواصل الأمر كانت سارة تحتاج إلى علاج هرموني لأشهر قبل أن تحصل على بويضاتها وعندما فكر الزوجان بالتكلفة الباهظة للعملية وانخفاض نسبة نجاحها قاما بتغيير رأيهما والبحث عن طريقة أخرى لإنشاء عائلة العملية كانت ستكلف 60 ألف دولار لذا فكروا في التبني عوض ذلك بدأت سارة وأندي أبحاثهما عن التبني واكتشفوا على أنها ستكون عملية بحث طويلة العملية كانت بطيئة وحياتهم كذلك عندما تم قبول طلبهم للتبني كانت لا تزال تنتظرهما معاينة المنزل حيث أن وكالة التبني يجب أن تتأكد بأن منزلهما مناسب لتربية الطفل وبعد أن مر كل شيء بسلام كان عليهم الانتظار حتى تشعرهما الوكالة بوجود طفل للتبني أخيرا تلقى الزوجان مكالمة من الوكالة فإحدى الأمهات التي قابلوها اختارتهم ليقوموا بتربية طفلها كانوا جدا مسرورين لأن دعواتهم أخيرا استجيبت بدأوا يخططون من أجل استقبال طفلهم الجديد لكن الأمور لم تسر كما خططوا لها ففي اللحظة الأخيرة تراجعت الأم عن قرارها وهذا ما أحبطهم لكنهم لم يدعوا هذا يؤثر على رغبتهم في إنشاء عائلة فبعد عدة مقابلات أخرى تم اختيارهم من طرف أم أخرى وللأسف نفس الأمر تكرر مرة أخرى بعد أن تراجعت الأم الثانية عن قرارها كانت سارة وأندي جد محبطين لكنهما رفضت تخلي عن حلمهما وقاما بالدعاء كل يوم وأخيرا استجيبت دعواتهما فالأم الثالثة اختارتهم لرعاية ابنها لقد كانت أخبارا سارة رغم أنهما لم يريدات تحمس كثيرا نظرا لما حصل معهما في المرات السابقة لكن لم يستطيعات تحكم في أنفسهما هذه الأم قامت بتحديد موعد معهما في يوم الكشف بالموجات فوق الصوتية وكان الثنائي جد سعيدين بذلك لأن الأمهات السابقات لم تفعلن ذلك لذا تمنوا أن يكون الطفل الذي تحمله هذه المرأة طفلهما الزوجان كانا متحمسين لرؤية طفلهما للمرة الأولى على جهاز الموجات فوق الصوتية لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعين في هذه المرة أيضا فخلال الكشف اكتشف الطبيب وجود ثلاثة قلوب تنبض فالأم كانت تحمل في بطنها ثلاثة وائم لم يستطيعا تصديق ذلك فهما لم تكن عندهم أي نية لتبني ثلاثة أطفال في آن واحد لكنهما عرفا أن هؤلاء الأطفال قدروا لهما كان بمقدورهما استقبال ثلاثة أطفال وكانا على قدر التحدي فلطالما أرادا عائلة كبيرة لذا فكرا أنهما سيكملان عملية التبني لمرة واحدة وسيحصلان على عائلتهما التي أراداها في نفس الوقت بدأ الثناء بشراء ثلاث أشياء من كل مستلزمات الأطفال ورغم أن الأمر كان مكلفا لكنه ليس مكلفا بقدر عملية التخصيب خارج الرحم في شهر مايو من العام 2015 نفد السائل السلوي مبكرا من رحم الأم التي تحمل التوائم الثلاث لذا أسرع الزوجان إلى المستشفى ليشهدوا ولادة أطفالهما وكانوا يزنون كلهم ثلاث باوندات فقط وسموهم هانا، إليزابيث، وجويل كان على الأطفال البقاء في غرفة الأطفال الحديثين ولادة حتى يصبحوا أكثر قوة حيث انتظرت سارة وأندي بفارغ الصبر بعد أسبوع من ولادة الأطفال بدأت سارة تحص بالمرض لذا قررت أن تذهب لرؤية طبيبها لتطمئن على صحتها وهكذا تتمكن من الاعتناء بالأطفال بعد أن يحين موعد ذهابهم إلى المنزل وعندما أعطى الطبيب نتائج التحليل إلى سارة لم تصدق الأمر ربما أنت أيضا قمت بتحليل الأمر مسبقا، صحيح؟ نعم سارة كانت حامل فبعد مرور أشهر على حملها ها هي تكتشف ذلك وهي حامل بتوأمين فكرة أنهما سيكونان أبوين لخمسة أطفال صدمت الزوجان فسارة وأندي كانت نيتهما تبني طفل واحد وتطور الأمر معهما لتبني ثلاث أطفال سارة ظنت أنها انتهت لكن تبين أنها حامل بتوأمين عندما نشرت قصتهما قام الناس من كل أنحاء العالم بمساعدتهما عبر إرسال المال واللوازم التي يحتاجونها ومع خمس أطفال جدد كانوا بحاجة لمائتي حفاظ وأربعمائة وثمانين زجاجة حليب في الأسبوع الواحد الثلاث توائم كانوا متطابقين والتوأمين كانا متطابقين أيضا الزوجين كان عليهم التفكير في طريقة ليعرفوا بها الأطفال قامت سارة بطلاء أظافرهم بألوان مختلفة واستعملوا هذه الطريقة حتى بدأ الأطفال بالتميز عن بعضهم البعض وعندما كبر الأطفال قليلا وجدت سارة نفسها حاملا مجددا أخيرا حصل الزوجان على العائلة الكبيرة التي لطالما حلما بها القصة بدأت بتبني ثلاثة توائم بعد أسبوع قام الطبيب بالكشف عن شيء لم يتوقعه أحد ومن هناك توالت المفاجآت والزوجان لم يكونا سعيدين بهذا إذا أعجبتك القصة شاركها مع أصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة